جوانب غامضة وأسئلة مفتوحة بشأن الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق فبعد الاتفاق مع إدارة بايدن على إنهاء الدور القتالي للقوات الأمريكية في العراق يريد الكاظم استخدام هذه الورقة للزعم بأنه تخلص من الوجود العسكري الأمريكي لمواجهة كثير من التحديات قبيل انتخابات الخريف المقبل لا سيما إزاء القوى الموالية لإيران بايدن ظهر هو الآخر وكأنه أوفى بوعده الانتخابي لإنهاء العمل العسكري في العراق لكن الاتفاق على نهاية هذا الدور والاستعاضة عنه بآخر تدريبي استخباري جوي ترك جوانب غامضة وأسئلة مفتوحة فلا إشارة إلى سقفه الزمني ولا تحديد لحجم وعدد قوة الدعم التي ستبقى في العراق بعد نهاية العام الجاري علامات الاستفهام هذه زاد منها صدور تعليقات وتفسيرات متباينة عن الإدارة الأمريكية ففيما أكد بايدن على نهاية الدور القتالي نسب إلى مسؤول في الإدارة قوله إن ما جرى التوافق بشأنه لن يقود إلى تغيير جوهري في العدد ولا في مهمة القوات في الوقت ذاته وضعت الناطقة الرسمية في البيت الأبيض جينب ساكي وضعت الترتيب الجديد في إطار ما أسمته التنسيق لمواجهة داعش والميليشيات في العراق التعليقات الضبابية القادمة من واشنطن تعكس رغبة البيت الأبيض بالتسويق لصيغة نصف انسحاب في الوقت الحاضر لإيصال رسالة مزدوجة إلى طهران من جهة تلوح من خلالها باستعدادها لمغادرة العراق عند توفر الشروط وعلى رأسها عودة طهران إلى الاتفاق النووي ومن جهة أخرى تريد استخدام إعادة التموضع كورقة ضغط في هذا الاتجاه خصوصا إذا ما تعقدت أو انسدت آفاق مفاوضات فيينا محادثات الأيام الأخيرة في واشنطن والتي ختمت بلقاء الكاظمي ببايدن في البيت الأبيض تناولت جوانب كثيرة ومهمة غير الوجود العسكري الأمريكي في العراق لكن صيغة التعامل مع هذا الوجود تسلط ما يكفي من الأضواء على مقاربات وتوجهات طرفي الصراع وفي ذلك ما يبرر المخاوف من أن تنتهي المسألة إلى مقايضات ومساومات يدفع ثمنها العراق الغارق بمشاكله وأزماته